إلى ذلك وفي ظل مشاركة واسعة لأحزاب المعارضة في التشريعيات القادمة قرر بعضها المقاطعة للانتخابات وإنشأت كتل جديد عنوانه الأكبر الأوفية لأرضية مازافران المزيد مع طهر بنزين الالتفاف حول وثيقة مازافران وإنقاذ ما تبقى من برنامج المعارضة هو لسان حال الأحزاب السياسية المقاطعة لركب التشريعيات القادمة بعدما قررت إنشاء جبات جديدة من رحم أرضية مازافران ردا على أحزاب المعارضة التي فاجأت الجميع بالمشاركة في استحقاقات 2017 موقف جيل جديد معروف هو المقاطعة نحن ننتظر إلى حين يعلن طالع الحرية الموقف تعو ونحن نعتقد بأنه 90% رحيقات على الانتخابات وبعد ما يعلن طالع الحريات على الموقف تعو مع بعض شخصيات المستقلة ومجتمع مدني وحققين سنواصل العمل من خلال وثيقة مازافران عدم صمود أكبر تكتل للمعارضة ممثلا في هيئة التشعور والمتابعة أمام الموعد الانتخابية القادمة كان متوقعا بالنظر إلى رغبة كل حزب في تحقيق طموحته السياسية وفرض توجده في المؤسسات المنتخبة هو ما يراه الخبراء العمل الحزبي هو قائم على الوصول إلى السلطة سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بالأخص من هذا حدث الفرز داخل القطعة المعارضة لما يسمى بالمعارضة الاعتلاف المعارضة التي كانت تنفيذها محاولة المقاطعين للانتخابات القادمة التكتل في هيئة مشتركة خطوة أخرى لإعادة التموقع مجددا في الساحة السياسية خاصة مع الهماكيق والمعارضة في التحضير للتشريعيات المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر